مالك بن أنس مثلا له فتوى استحسانية عجيبة هذه الفتوى ينقلها ابن حزم في المحلة في الجزء التاسع الصفحة 455 ضمن بحثه مسألة تزويج المرأة بلا ولي هم عندهم هذا الزواج طبعا باطل نحن عندنا الأحوط وجوبا اشتراك الولي إذا كان أبا أو جدا مع البنت الباكر فقط في عقد النكاح في عقد النكاح في الزواج أما المرأة الثيب مثلا لا ولاية عليها على سبيل المثال هم عندهم لا لا زواج إلا أو لا نكاح شنو؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدين ما يصح عندهم نكاح بغير ولي ولا شاهدين يعني حتى المرأة التي أصلا انقطعت من شجرة كما يقال ليس لها أولياء البتة يقولون ولايتها تكون للقاضي تروح للقاضي هو القاضي لازم يزوجه هي بنفسها تزوج نفسها ما يصير احنا ما عندنا هذا الكلام الشاهد هنا أين؟ انظروا إلى مالك كيف استثنى من هذا الحكم استثناء عجيبا استثناء تمييزيا عنصرية يعني بدافع العنصرية المقيتة فقال كما في المحلة التفتوا يقول وقال مالك أما الدنيئة كالسوداء يعني المرأة الدنيئة في عقيدة مالك من هي؟ المرأة السوداء أو التي أسلمت يعني حديثة الإسلام مرأة دنيئة تخيل مرأة حديثة الإسلام دنيئة أو الفقيرة الفقيرة دنيئة وبعد جيب جيب أكثر خلي نشوف الفضايح أكثر أو النباطية الله أكبر يعني ما له ذنب سوى أنها تنتمي لهؤلاء القوم الأنباط إمرأة النبطية دنيئة عند مالك ابن أنس شوف التفت أو المولات يعني الأمة هذه الأصناف من النساء الدنيئات عند مالك عند مالك فإن زوجها الجار وغيره ممن ليس هو لها بوليين فهو جائز أنت قاعد ببيتك عندك جيران أنت لك ولاية عليهم ما لك ولاية عليهم بس ذول عندهم بنت شنو دنيئة سوداء سبحان الله الله خالقها هكذا خلص هذه دنيئة أنت تروح تزوجها روما عن أنفها ماكو مشكلة فقيرة ماكو مشكلة قوم من الأنباط من غير العرب من الأمازيغ من الأحباش من أي أن يكن تروح تزوجها طبيعي ماكو أي مشكلة بل المرأة التي أسلمت للتو يعني ما تكون سوداء وكأنه سواد اللون يعني عيب يعني زين أو دناء إذا على هذا أحسنتم عايش تطلع أكبر أكبر دنيئة تصير وهو بالفعل امرأة دنيئة خسيسة كانت امرأة كانت سوداء يلا المهم امرأة للتو أسلمت يعني مثلا أسلمت امرأة أسلمت امرأة انجليزية أصلا أسلمت بارحة أسلمت اليوم صارت مسلمة هذا يروح يزوجها يقول اشلون تزوجنتها ليس لك ولاية عليها يقول اشلون ما لولاية عليها مالك ابن أنس يقول المرأة الدنيئة التي للتو أسلمت أنا لحق أزوجها بكيف بعد خلص ماكو مشكلة ايه مثل عمر هو ليش قلنا احنا البارحة قلنا أنه المتتبع أنه المتتبع يعلم وإن شاء الله تكتشفون هذا لاحقا أنه فقه مالك ابن أنس مبني على ما يسمى فقه ابن عمر وفقه ابن عمر مبني على فقه أبيه وهذا المسلك مسلك مخالفة النصوص ضرب الشريعة ضرب السنة النبوية بدأ من يوم رزية الخميس لما قال ذلك اللعين أن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله فمشت هذه بعد السيرة الصفة هذه مشت إلى أن وصلت إلى الوريث الشرعي مالك ابن أنس يقول أما الدنيئتك السوداء أو التي أسلمت أو الفقيرة أو النبطية أو المولى فإن زوجها فإن زوجها الجار وغيره ممن ليس هو لها بولي فهو جائز وأما المرأة التي لها الموضع يعني امرأة لا لها قيمة يعني لها قيمة فإن زوجها غير وليها فرق بينهما ما يصير لأنه لا ولاية له عليها فإن أجاز ذلك الولي أو السلطان جازه يعني يروحون يشوفون وليها الشرعي من هو فإذا أجاز هذا النكاح مشه مضى هذا النكاح أو السلطان باعتبار ولاية السلطان يعني زين أكو حالة معينة هذه أم غريبة عجيبة هذا يجيب فتاوى من ما أدري من جيبة يجيب فإن تقادم أمرها يعني هذه المرأة التي زوجت من غير الولي الشرعي وتقادم أمرها من فترة زوجت ولم يفسخ ما فسخ عقد نكاحها وولدت له الأولاد جابت أولاد لزوجها لم يفسخ يعني المهم تطول المدة شوية وما حد ينتبه مثلا وبعدين تضعهم أمام الأمر الواقع جايبة مننا ولد بعدين يقول لها عمي مبارك عليك هذا الزواج وإن كان النكاح بالأصل شنو باطلا بالتقادم زواج بالتقادم كما يقال زواج بالتقادم ابن حزم يهزأ بهذا الكلام ويرد على مالك فيقول وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِرُ الْفَسَادُ لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الدَّنِيَّةِ وَغَيْرِ الْدَّنِيَّةِ هو الإسلام يفرق بناء على هذا التفريق وَمَا عَلِمْنَا الدَّنَاءَةَ إِلَّا مَعَاصِ اللَّهِ تعالى الدناء الحقيقية هي ماذا؟ المرأة الدنية هي من في الحقيقة؟ ليست سوداء اللون ولا ما أدري الفقيرة ولا النبطية غير العربية ولا التي أسلمت ولا الجارية أو الأمى بالعكس الامرأة الدنية حقا هي العاصية لله تعالى هذه المرأة الدنية ومع ذلك الإسلام لا يفرق في الحكم بين العاصية وغير العاصية في العقود والإيقاعات ونحو ذلك